اشتركوا في القناة نتمنى التوفيق لكل الاسماء المشاركة والمنطلقة في هذا شوط نبدأ مباشرة بالتعرف على الاسماء المتقدمة ومع المركز الأول نتابع الصدارة والبداية مزاح في مقدمة شوط فاران بن عديق بن محمد البريد المري يقدم لنا مزاح على المقدمة على الصدارة والبداية الأولى بينما على المركز الثاني تابع التقدم من عتيم عيسى بن محسن بن حزام بن راشد بن انديلة يقدم لنا شعارة يقدم لنا عتيم على المركز الثاني أما في ثالث المراكز تابع التقدم في هذه اللحظة شوف الوصول في هذه اللحظات تقدم جميل من خلال ناصي 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 القادم على المركز الثالث السعيد بن محمد بن سعيد بن قطامي يقدم لنا ناصي بهذا المسار الجميل ومن الجانب الآخر شعار بن نايف القادم مع بطاش أمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف المركز الخامس أشوف شعار القمرة القادم مع تحديات منطلاقة عثيم مسعود بن سعيد بن سالم بن فهيدة يقدم لنا تحدياته هناك مع المركز الخامس شعار أيضا زميننا الإعلامي مسعود الحريري القادم بتحديات هذا الشوط ولكن شوفوا الأسماء القادمة تابع الشعارات أيضا الوصل في هذا المسار الجميل في هذا التحدي الممتاز الله 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 الشوط الرئيسي شوط القعدان لمن سيذهب هذا الشوط لمن من هذه الشعارات المنطلقة والمشاركة هنا في هذا الأداء الجميل كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية يعني انتصاف المسافة عودة إلى الصدارة إلى البداية الأولى مزاح 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 في مقدمة شوط فاران بن عتيق بن محمد البريد يقدم لنا مزاح على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى بينما على المركز الثاني شعلان القادم بشعار عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني يتقدم في هذه اللحظة على مستوى المركز الثاني أما في ثالث المراكز نتابع في هذه لحظات عثيم مسعود بن سعيد بن سالم الفيد يقدم لنا شعار يقدم لنا تحديات على المركز الثالث وفي المركز الرابع وصل في هذه لحظات شعار البريدي يقدم لنا مزاح الوليد بن محمد بن بخيد بن طالب البريد يقدم لنا تحديات مع مزاح وفي المركز الخامس شوف الاسم الواصل وصل مقدام حمد بن محمد بن سالم الجهويل بدأ يقدم لنا مقدام في هذه اللحظة وصلت الاسماو الشعارات ثمانمية متر عن خط النهاية عودة الى المقدمة الى الصدارة الأولى يا سلام على دال كبير مزاح مع الصدارة مع البداية والمركز الأول عصاته في الأبطان لا زال مع المقدمة لكن الخطر قادم من شعار الشهواني مع شعلان وفي المركز الثالث يتقدم ايضا مقدام وفي المركز الرابع شوف الوصول ايضا والتقدم من مزاح وفي المركز الخامس هناك ايضا التواجد من نقد صالح بن محمد النابت ولكن عودتنا الى البداية الى مقدمة الشهوط الى المركز الاول مزاح 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 في المقدمة في الصدارة والبداية فاران بن عتيق بن محمد البريد مع مقدمة هذا الشهوط وشعلان على المركز الثاني نتابع بالشعار عبدالهادي بن ناصر بن حمد الشهواني اللحظات الأخيرة الميتين متر الخطيرة لكن الشهواني مع شعلان وشعلان يغير بهذه اللحظة انتزع المركز الاول نتابع في هذا الادا ركز يا هادي مع هذه الانطلاق سلام الشهواني سلام عبدالهادي بن ناصر بن حمد الشهواني مشكور يا ابو ناصر شعلان والنجومي الحاضر مع شعار الشهواني مشكور يا ابو ناصر على هذا التقديم الممتاز تهانينا لعبدالهادي بن ناصر بن حمد الشهواني الذي قدم لنا شعلان واشعل المنافسة في اللحظات الأخيرة تهانينا والناموس بينهم والمركز الثاني كان الوصول من مزاح لي فاران من عتيق بن محمد البريد المري والمركز الثالث من وصل مشاهدين العزام الزاح للوليد بن محمد بن بخيد بن طالب البريد المركز الرابع المركز الرابع من وصل مطرب لراشد بن صالح بن راشد أبا الزمات والمركز الخامس كان الوصول من مقدام لحمد بن محمد بن صالب الجهويل هذه نتيجتنا لكن عودة مشاهدين الأعزاء إلى شعلان ولحظة وصوله إلى خط نهاية مشكور يا ابو ناصر على تقديم شعلان بأجمل صورة في هذا الصباح توقيته الزمن من ثلاثة كيلومترات أربع دقائق ثلاثين ثانية أربعة واربعين جزءا من الثانية والتهانية لخليل بن ناصر أيضا على هذا الفوز والانتصار تهانيا لعبدالهادي بن ناصر بن حمد الشهواني والتهانية أيضا للوالد ناصر بن حمد الشهواني على فوز شعلان بالمركز الأول في تحديات هذا الصباح في سباق المحل ثالث المركز الثاني من وصل مزاح في أربع دقائق واحد ثلاثة ثانية ثمانية وعشرين جزء من الثانية تهانيا لفاران بن عتيق بن محمد البريد المري على فوز مزاح في المركز الثاني أما ثالث المراكز فوصل مزاح في أربع دقائق ثلاثة ثلاثة ثانية أربعة عشر جزء من الثانية تهانيا للوليد بن محمد بن مخيد بن طالب البريد